صباح الخير صباح الهنى ويعني الحمد لله على سلامتي والله أنا نورت والله برحب حضراتكم منتصف الأسبوع وعشر صبح في الأهلي وبعتذر طبعا على عدم تواجدي اليومين اللي فاتوا لكن زي ما كان كريم نوه لحضراتكم كان دور برد بس الحمد لله كان دور برد يعني عدى سريعا بس واضح إنه هو منتشر بشكل كبير جدا يعني ده اللي احنا سمعناه مؤخرا بالذات أو تحديدا كمان في المدارس بين الأطفال هنتكلم أكيد برضو في كل التفاصيل دي بس كنت حايزة أقول لحضراتكم صباح الفل وكمان أوضح أنا لي مكنتش معك اليومين اللي فاتوا صباح الفل يا كريم صباح الفل حمد لله على السلام فل كويس عودون أحبد إن شاء الله حمد لله على السلام آه طبعا اليومين دول أنا حتى كنت بقول الكلام ده ساعة أعتقد أول مبارح في الانترو بتحلقة أول مبارح ساعة تم كنت بقول إنه هوند منحة دور برد إنها تكون موجودة عندنا أنا فاكرة أنا حتى قلت إنه يعني ملحوظة الحكاية صحيح الزهر مع بدايات بقى الأجواء الشتوية دخول مدارس عودة جماعات التجمعات الكثيرة والمشكلة كمان إن الولاد والبنات الصغيرين بيرجعوا البيت بطبيعة الحال بيعدوا أهليهم آه واقع وسلسلة ودائرة بقى هي نفس السلسلة صباح الفل على حضراتكم وأهلا بيكم في بداية الحلقة جديدة من عشر الصبح بالأهلي النهاردة كالعادة فقرتنا الثانية حيكون عندنا فيها فقرتين أو ساعتنا الثانية حيكون فيها فقرتين حواريتين الفقرة الأولى حينورنا فيها الأستاذ أحمد غنيم النقد الرياضي وفقرتنا الثانية حيكون فقرة طبية كما تعودنا في الفترة الأخيرة وحتى حينورنا فيها دكتور باهر السعيد وحواري يهم كتير من حضراتكم أما بقى بالنسبة لسؤال السوشيال ميديا آه سؤال السوشيال ميديا بقى يعتقد سؤال مهم جدا وفي وقته زي ما بيتقال كده من وجهة نظر حضراتكم مين هم أهم خمس نجوم في موضيال عشرين اتنين وعشرين ده من وجهة نظر حضراتكم أهم خمس نجوم أنا ممكن أنا قريم نجاوب برضو بس فقر يعني لما نبقى في الفقرة هو راح تفيني يقول برضو من وجهة نظر ومين أكتر خمس نجوم مشاركين ها نحن نتكلم عن موضيال عشرين وعشرين عشان ما يحدش يقولك صلاح نتكلم من المشاركين طيب خلينا بقى نبدأ من حضراتكم أكيد بداية الكلام لازم هنتكلم عن منتخب مصر وعندنا ودية مهمة جدا مع بلجيكا واللي هتكون خلاص خلال طبعا فترة التوقف الحالية هتكون يوم الجمعة اللي جاية وأعتقد مباراة فيها كلام كتير جدا يتقال طبعا زي ما حضراتكم برضو عارفين هي فيها دولة الكويت وحتقام بكامل هنا النجوم المحترفين للمنتخب البلجيكي وعايزين برضو نأكد منتخب البلجيكي من المنتخبات المصنفة يعني أنت بتلاعب منتخب تقيل جدا 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 كمان مار الأمر برضو الآخر من نسبة لمنتخب الوطني أو منتخبنا الوطني برضو إحنا هنلعب بكامل نجمنا طيب أنا عايزة أقول هنا حاجة برضو ونتكلم عن التفنيت كده ليه المباراة يا كريم بشكل كبير أو بشكل أكثر تفصيلا من كذا زاوية أولا إحنا عايزين نتكلم عن فكرة هنا يعني الجهاز الفني للمنتخب منتخب مصر بقيادة روي زيتوريا لو هنحلل شوي أداء هذا الرجل ونتكلم أن ده ربما ناس كتيرة جدا بتبتدي كريم تقولك أن حبد أقيم روي زيتوريا من هذه المباراة يعني ناس كتير تاني قالت لك أنا الفترة اللي فاتت أنا ما قدرش أن أحط أبدا فيتوريا تحت الاختبار لسه الرجل بيتعرف على اللعيبة لسه اللعيبة بتتعرف عليه لسه الجماهير بتفهمه لسه هو بيفهم طبيعة الجماهير وإلى آخرة لكن هذه الودية ربما دي الودية أو هذه المباراة الأولى اللي نقدر نقول هو أول اختبار مهم فعلا لروي فيتوريا لأن بعد كده طبعا هو من بعد ما تولى المهام هو لعب زي ما احنا عارفين مطشين كانت النيجر وليبيريا وكسبناهم كانوا الديتين أكثر من رائعين بصراحة شفنا أداء بس برضو ما نقدرش كنا نحكم عليه خالص بس شفنا مستوى جميل جدا وبعد كده رحنا يعني وعندنا قلنا يا جماعة أصبور يا جماعة شوفوا أن الدنيا هتمشي معنا لغاية فين جي بعد كده برضو رحنا عن منتخب مصر يا كريم هتلاقي برضو أن عد علينا ظروف سيئة جدا عد عليك كذا مدير فني عد عليك آخرهم يمكن كابتن إيهاب جلال المدير الفني واللي طبعا تم اتقالته يعني بشكل برضو ما كانش قلطة في حاجة لكن فيتوريا لما تولى المهمة بعد كده وكان الحقيقة حريص جدا على متابعة كل كبيرة وصغيرة في الكرة المصرية وبرغم كمان بعض التحفظات من وجهة نظري على اختيار يمكن المعسكر الأخير اللي احنا بنتكلم عليه يعني وأبرزها برضو عدم ضم كريم فؤاد وقلنا الكلام ده أنا وانت الأسبوع اللي فات وقلنا طب هو ليه كريم فؤاد ما نضمش لكن هو برر عدم ضم كريم فؤاد في العموم وأنه هو حريص على متابعة على كل حال كل المباريات وأنه هو بيدي فرص لكل اللعيبة وفي الآخر حيبتدي يقرر يعني زي ما بيتقال كده كريم هو عايز يجرب كل اللعيبة اللي عنده وعتقد ده شيء برضو مقبول يعني من فاش نيجي نقول هو أنت ليه ما بتضمش فلان إحنا لنا أن إحنا نتمنى ضم لعيبة تقيلة لمنتخب مصر منتخب مصر في حاجة لأي كادر يعني ناجح أو صاعد ناجح لكن في الأول وفي الأخر روي فيتوريا أكيد ليه وجهة نظر وحنرجع نقول تاني الراجل بيجرب الراجل بيشوف الراجل بيتعرف على كل اللعيبة وده برضو أمر أنا شايفه مش غلط بصراحة عموما هو زي ما أنت قلت في مقدمة كلامك أنا واند يعني نقدر نقول أن الماتشين اللي فاتوا يعني مش هيتحسبوا قوي من مطارقة أنت بتلعب المتخبات برضو من الدرجة حنقول التالتة الرابعة وطبعا ليهم كامل الاحترام لكن آه فيه ناس كتير جدا متفقة مع كلامك في حتة المحك الرئيسي اللي بناء عليه أو اللي بمجابه نقدر نبتدي نحكم على فيتوريا وعلى إنعكاسات وجوده هو الماتش بتاع بل جيكا مهم لأسباب كتير على فكرة كمان من ضمن أوجه أهمية هذه المباراة مباراة بل جيكا هي هتكون طبعا لها نسبة مشاهدة عالية جدا 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 في كتير من دول العالم من خلال وسائل الإعلام المختلفة وهوضح ليه أنا بقول لحضراتكم الكلمتين دول لأنه من المهم جدا أن العالم يتفرج على منتخب مصر وعلى لعيبة منتخب مصر في التوقيت ده بداية من نسبة لبل جيكا فطبعا هم بيلعبوا في مجموعة في كاس العالم بتضم المغرب وكرواتيا وكيندا يعني أول حاجة فرق وجماهير ولعيبي التلات منتخبات دول هيتفرجوا على المباراة دي نقطة النقطة التانية منتخب بل جيكا للمفروض أن هم هيلعبوا المباراة دي يعني وضع طبيعي جدا أن المدربين بكلم على لعيبة المحترفين في المنتخب بل جيكي طبيعي أن المدربين بتوحهم في أنديتهم المختلفة هم كمان هيتابعوا هذه المباراة لأن يهمهم يشوفوا نجومهم المحترفين في منتخبات بلدهم عاملين إزاي ده غير أن جماهير الفرق دي كمان في حد ذاتها أكيد يهمها جدا أن هي تشوف لعيبتها المحترفة مع منتخبات بلدها يعني مثلا الحارس الشهير كورتوا حيلعب الماتش ومؤكد أن مدربه في ريال مدريد أنشلوتي حيتابع هذه المباراة وكمان النجم الشهير كافن دي بروين ده منشاستر سيتي واللي مليون في المية حيلعب المباراة وأكيد مدربه جورديولا هو كمان حيتابع هذه المباراة طبعا لوكاكو في انتر ميلان وغير 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 وأنا بس أقول لحضراتكم نموذج كده شوية أمثلة بسيطة عشان نوضح لحضراتكم مدى أهمية هذا اللقاء وهذه المباراة من حيث المتابعة الجماهيرية وفوق ده كله أكيد يعني مشاركة بقى نجمنا العالمي محمد صلاح هيخلي المباراة تحظى باهتمام أكبر وأكبر في العالم كله لازم نستغل الموضوع ده كويس قوي ولازم يعني نخرج بأكتر الدروس المستفادة من مواجهة منتخبنا لمنتخب بلجيكا إن شاء الله كمان عايزة أتكلم على نقطة مهمة يعني فكرة هنا الحفاوة في استقبال المنتخب هناك وتحديدا لما انضم مصطفة محمد ولما انضم محمد صلاح حفاوة في الاستقبال عظيمة جدا من ساعة لما نزلوا من المطار طبعا أنا بتكلم عن الجاليات المصرية هناك ساعة ما نزلوا المطار وكمان لما وصلوا الأوتال فيعني لقى فكرة هنا برضو مشاركة صلاح مهمة جدا الكواليس اللي دارت برضو يا كريم مهمة إن احنا نركز عليها لأن موجود محمد صلاح دايما بيفرق ما بيقولكش بيفرق إن هو بيقلب سير المطش أو النتيجة لا هو وجوده أساسي لكن طبعا هي تيم وورك يعني كورة القدم تيم وورك مش ممكن عنصر أو كادر واحد ينزل يغير لك كل حاجة في الملعب لو ما فيش تيم وورك حاصل شكرا يجي يقولك هو منتخب صلاح مع المنتخب غير صلاح مع ليفر بول ما هي قصة مش صلاح هو مش سوبرمان برضو تاني الموضوع ليه علاقة بالسكوات اللي بنا بلعب معاه فمحمد صلاح وجوده أكيد مؤثر بشكل كبير أكيد مهم جدا وفي نفس الوقت هو بيلعب دور القائد وإحنا هنتكلم تحديدا كمان مع المنتخب كان فيه كواليس كان فيه لقاءات ما بين برضو خاني يقول لحضراتكم ما بين صلاح واللعيبة هناك وكان بيتكلم قد إيه هذه المباراة حتى وإن كانت ودية هي مباراة مهمة نقول لحضراتكم كواليس من مدار يعني ما بين صلاح واللعيبة هناك ودي حاجات يعني أعتقد برضو مهمة جدا أن هي تحصل وجود صلاح مهم هنرجع نأكد على هذه النقطة لكن برضو عايزين نشوف الروح دي في الملعب يعني دي النقطة اللي احنا يجب نركز عليها ودي النقطة اللي احنا كل مباراة على فكرة للمنتخب قبل كده وان شاء الله اللي جاي بنركز عليها والتناغم ما بين صلاح واللعيبة ازاي بس انت برضو كل مرة بتلاقي ضغط كبير جدا على صلاح تحديدا وده بيبقى أمر مفهوم ليه يعني سببه بس يعني بنشوفها لأسف الشديد يعني لأسف الشديد بس طبعا هناك الحفاوة جميل عدد النصرين بالمناسبة في الكويت كبير جدا يعني احنا من الكويت من الدول اللي انت عندك فيها جاليات مصرية رقمها كبير أو عددها كبير جدا ده غير الناس اللي مسافرة مخصوصة عشان تحضر المباراة يعني ده غير البراندينج بايداوي كمان أنا تفرقت كنت بتابع كده لأ الكويت عاملة اهتمام كبير جدا بروباجاندا كبيرة جدا للمباراة دي يعني مع ان الكويت مش مشاركة ومش هتلاعب اي حاجة ومصر برضو بس برضو ترجع تقول في الاول في الاخر هي مباراة مهمة مباراة مرتقبة فهتلاقي فيه بانرز وحتلاقي فيه ماركتنج كان معمول كويس او براندينج تحديدا يعني كان معمول كويس المباراة دي وما فيش شك ان كالعادة وجود محمد صلاح فيه يعني اي بعثة للمنتخب المصري اي مشاركة للمنتخب المصري في اي دولة من دول العالم خلاص احنا منتكلم على حد جازب للأضواء وجازب للانتباه وجازب لوسائل الإعلام والصحافة الرياضية في كل حتة الحقيقة دي برضو من ضمن تفاصيل وخصوصية محمد صلاح كانجم استثنائي وعلى عدة أصعيدها جوال ملعب مبراه يعني فيه لعيبة كتير ممكن تبقى واخدها سوكسي كافي جوه أرضية الملعب لكن يعني الاهتمام بحياتها الشخصية او متبعتها وملاحقتها من قبل الصحافة ما بيبقاش عالي اوي لكن محمد صلاح الحمد لله من النجوم العالمين بالمعنى الحرفي للكلمة بالمناسبة كمان لوبرتو مارتيناز المدير الفني للمنتخب البلجيكي اتكلم عن المواجهة المتخبة دي مواجهته او مواجهة منتخب بلجيكة للمنتخب المصري اتكلم عن هذا الامر في الاعلام البلجيكي وقال مواجهة منتخب مصر ستكون خير استعداد قبل المشاركة في المونديال بالاضافة الى ملح الفرصة لمنتخب بلجيكة للتحضير للبطولة بطريقة محددة مع التركيز على الجدول الزمني اضاف ان اللعب ضد خصم افريقي في بلد شرق أوسطي يعني يفي بجميع جوانب استعدادنا لكأس العالم مدير قطة كنا اتكلمنا فيها كذا مرة قبل كده انا وانها وانتما حضراتكم فكرة ان اللقاء ده هو بطبيعة الحال مهم بالنسبة لنا لاعتبارات تخصينا وتخص رؤيتنا للمدير الفني الجديد الى اخره لكن بالنسبة لبلجيكة ده الموضوع اهم من كتب كتير تاني نرجع ونقول هم بيلعبوا في مجموعة في كاس العالم فيها ممثل لكرة القدم الافريقية او الشمال الافريقية المغرب فيهمهم جدا ان هم يلعبوا مع فريق او مع منتخب زي مصر بيلعب نفس الكورة نفس المدرسة الكوروية منتهى الزكاء منهم الحقيقة ونتمنى ان الطرفين يستفيدوا طبعا انتهي في الاول في الاخر يا كريم تسوين وين سيتيواشن زي ما بيتقال طبعا يعني تعالوا بقى نكمل ونقول لحضراتكم برضو الجديد في موضوع الموضوع الاتحاد الدولي ليه كرة القدم اعلن الدليل هنا الرسمي ايه ايه مشجعي بطولة كاس العالم هو دليل مشجعين ده بقى او الابليكيشن دي بتضم كل حاجة بقى حضراتكم تتخيلوها معلومات شاملة عن البطولة منها تفاصيل عن المنتخبات المشاركة جدوى المباريات ارشادات حول الوصول لاستعدادات البطولة يعني التمانية اضافة كمان لدليل الدليل بالارقام الهمة للمشجع دليل خدمات التبية يعني عدد من المباريات طبعا والحاجات المفيدة وعندك باللغة العربية يعني لا بص يعني كل ده عشان في الاول في الاخر يساعد الزوار اللي بيتحدثوا العربي كمان على التواصل واعتقد نقطة مهمة جدا وانت زي ما بتقال كده يعني فيه شغل معمول كويس جدا يا كريم يعني الحق يقال بغد النظر بقى كانت غلطة كانت مش غلطة كانت لا قطوة سليمة في اختيار قطر أو غيره الكلام ده كله لا يعنينا البلد دي أو هذه الدولة لا عاملة أفضل ما لديها بصراحة وانا اعتقد ان الصورة هتطلع من أفضل ما يكون فبالتوفيق ان شاء الله عايزين برضو نشوف صورة حلوة تنظيميا وزي ما بتقال كده اه انت دولة عربية فاحنا نتمنى ان هي تكون تجربة نكحة يعني نتمنى برضو ان شاء الله احنا زي ما كنا منتكلم عشرين ستة وتلاتين كان ستة وتلاتين تقريبا صح اه ستة وتلاتين ربما ربما ليه لأ برضو احنا نستضيق مرة عشان دولة تتصدى لفكرة ان هي تقدم ملفها عشان تنظم فعاليات كاس عالم لازم تكون ضمنة ان هي قدها وقدود وهم الحقيقة على رأيك يعني هاوند على رأي كلامك يعني فعلا اشتغلوا على الملف ده بمنتهى الدأب والاصرار او عملوا حاجات اقرب المعجزات الحقيقة في زمن قياسي وفي شوية مستجدات نتج عنها ان الموضوع ظبط عن الاول بما فيها مثلا التوقيت اللي كان مفهود تنطلق من خلال وفعاليات كان شهر ستة كان حيبا صعب لا ستة في قطر دي استحالة يعني كويس ان النقطة دي تزبطت طبعا نوي يعني لو احنا ان شاء الله الأولمبيات برضو يعني احنا بص فيه شغل بيتم وفيه تقدم فيه ملف الرياضة في دول العربية المختلفة واحتضانها واستضافتها لي يعني محافل عالمية ودولية ربما كانت بعيدة الى حد ما في السنوات الاخيرة عن ان اي دولة عربية حتى تتفكر ان هي تستضيفها دولتي اصبحنا بالنستضيف وبالنافس فبالتوفيق لا النقطة اكيد انا اعتقد هنشوف مونديال ناجح بإذن الله مفيش شك ان شاء الله ونستمتع كمان بقى بوجبة كروية دسمة لما نتفرج على اكبر منتخبات العالم وهي بتتنافس ضمن فعاليات هذا المونديال ان شاء الله نتابع كلنا مونديال مميز جدا تعالوا با نروح لموضوع مختلف حبتين تويجة ميار شريف نجمة التانس بي لقب بطولة كولينا المفتوحة للتانس في تشيلي بعد ما حققت انتصار صعب بالحقيقة امام منافستها الاوكرانية كاترينا بندل في المباراة النهائية اللي استمرت لمدة ثلاث ساعات كاملة ده يعتبر هو اللقب الرابع لها في بطولات المحترفات زوات 125 نقطة والتالت لها هذا الموسم في تلك البطولات وده طبعا كله استمرار لتقلق ميار شريف الموسم ده اللي شاهد صعودها للمرة الاولى في المراكز الخمسين الاولى في التصنيف العالمي للعبات التانس المحترفات في يوليو الماضي حاجة تسعد وتفرح وتشرف وعايزين لاستنسخ بقى النجاحات دي يعني ميار شريف وهنا وجودة وجودة ونور الشربيني وعندك وفريدة عصبان وزمن رانيا علواني عندك أشماء كتيرة جدا ومؤخرا يمكن كمان الرياضة النسائية لمعت بشكل كبير ده بناء على حاجات كتيرة يا كريم لو أنتك كلمت ده مش بيبقى نجاح بس الفرد بذاته لا طبعا ده بيبقى عامل أساسي يعني الشخص هو اللي بيفرد نجاحاته على الأرض ولكن من الصعيد الآخر أنت لما تتلقى الرعاية والدعم والاهتمام والثقافة بتدت أنها تتغير كمان بتدت أن الناس تسعد كمان بأن عندنا فتيات بيروحوا بيرفعوا اسم مصر في محافل دولية مختلفة كل ده بيبقى فارق بشكل كبير على النتائج يعني الشق النفسي كمان هو حد يعتقد أنه هو شق يعني سانوي أو حاجة بغير أساسية ده أساسي جدا في حياة تحديدا كمانا هنتكلم الرياضيين فتلقينا ده في الفترة الأخيرة القيادة السياسية ركزت على هذا الملف في الفترة الأخيرة فأصبح عندك رعاية من ناحية المادية ومن ناحية المعنوية وده فارق بشكل كبير أكيد على النتائج حبيبنا برضو مش مشكلة كل حالة خيانوح فاصل زي ما احنا متعودين بعد درجات الحرارة ونرجع نكمل لأن أكيد أخبارنا لسه ما خلصتش مرحبا حضراتكو أكيد مرة كمان وزي ما كنا بنقول فيه يعني اللينك الأولاني أو السيجمنت الأولاني كنا بنتكلم عن ملفات مختلفة خاصة ملف طبعا يعني المونديال ولسه عندنا كلام كتير جدا طبعا حنتكلم فيه تحديدا عايزين يراكز طبعا مع المنتخبات العربية كريم المشاركة طبعا يهمنا جدا أن يتوفقوا أكيد في الأول وفي الآخر كلنا كعربنا تمنى أن يعني المنتخبات العربية تقدم حتى أفضل ما لديها بإذن الله طيب إحنا برضو كنا اتكلمنا في كذا نقطة وقلنا هنتكلم أكتر عن اللعيبة بتوعنا وفكرة الودية مع بلجيكا وفيه كلام كتير بصراحة هنقوله يعني تحديدا بس على كل حال هنروح بقى لنقطة تانية ولو تمت يا كريم بشكل يومي عشر دقايق في الليفنجروم أو في قط النوم صدقوني حضراتكو الموضوع بيفرق جدا على اللونج ترم يا إحنا بنقول نصايح بجد كلنا لو طبقناها هيفرق بشكل كبير لأن تاني هرجع أقول إحنا عندنا مشكلة كامن في مجتمعنا اللي هي الكسل شوية خلينا بقى صرحة ما نيجي برضو ننصح الناس لازم نقول الموضوع بصراحة إحنا عندنا ناس كتيرة مننا وممكن نكون إحنا بالمناسبة في كسل في كسل فلوأي ولسه حضر الشنطة بتاعت الجيم ولسه هروح الجيم ولسه هسوق ولسه هطلع ولسه هغير ولسه هاخد شاور الموضوع أكيد أكيد طبعا لازم يبقى في الأول في الآخر إرادة وأنت طبعا خير ما تقول لنا بخبرتك خبرتك في صلاة الجيم المختلفة لكن ده مش هيبقى مبرر إحنا بقى هنروح البيوت وبنحاول على قد ما نقدر طبعا نخيل العاشرة الصبح في الأهلي نحن بقى معنا فقرة يومية عن التدريبات المختلفة موقعنا هيك تتفرج تمارس الرياضة دي على مضار بس عشر دقائق في اليوم وكفاية خلينا نروح نشوف هذه التمرينات مع كابتن يعني حسام الفيل مدرب الجيم في النادي الأهلي بالشيخ زايد ونرجع نكابل صباح الرياضة صباح النشاط صباح الحيوية صحتك النفسية بتبدأ من خلال ممارستك للأنشطة الرياضية عشان تكون بصحة نفسية وجسم رياضي محتاج اللي أنت تتمارس التمارين الرياضية بشكل منتظم وشكل مستمر النهاردة في حلقتنا مع بعض هيكون تمارين الرجلين عندنا لنات كتير والأخاص السيدات والبنات بيشتكون من ترهولات الرجلين فالنهاردة هنعمل تمارينات الهدف منها هنقوي ونشد بها عضلات الرجلين بس قبل ما نبدأ التمريب بتاعنا هنطلع بالخطوة الفوق هعمل عشرين ثانية بعد كي نبدأ نزود هعمل برضو المدة عشرين ثانية كل ده بس عشان أشغل الجسم بتاعي وأشغل عضلاتي والمتاصل بتاعتي قبل ما أبدأ أي تمارين وبعد ما سخلنا الجسم بتاعنا هنبدأ بقى على أول تمارين معنا الناس اللي هي جاهزة دلوقتي تتمرم معنا في البيت هيعمل نفس التمارين اللي احنا هنبدأ به هبدأ سكوات بس هاخد معا لعضلات السمانة رجلية بتكون أوسع من كتف بسنة بسيطة وأنا بنزل ببدأ أزق وسطي الورا واطلع على مشت رجلي تاني مع بعض هنعمل عشر عدات يالا ستارت أحسن النفس بتاعك شغال بعد كده هناخد رست عشان ندخل على التمرين اللي بعدها هندخل التمرين بعد كده اللي هو ده عشان نشغل بيه عدالة نفس البلدشن اللي احنا كنا واقفين فيه هبدأ حط إيدي على سدري وأنا بنزل بتني رجبتي سنة بسيطة وبزق وسطي الورا أتأكد اللي ظهري بيكون مفروض يالا ستارت معايا هتأكد بس اللي يكون الظهري بتاعي مفروض هحس بعضلات الخلفية بتاعي الرجلين شغالة معايا وناخد رست هنشرف فيه مية وناخد النفس بتاعنا عشان ندخل على التمرين اللي بعد كده هبقى واقف هنا هعمل هبدأ أنزل برجلية هتأكد هنا أنا بنزل ضهري يكون مفروض ما بخليش رجبتي اللي وراء بتلمس الأرض وابدأ أطلع تاني هشتغل عشر عدات على يمين وبعد كده سويتش عن ناحية تاني خلي دايما الأداء بتاعك يكون بطيئ عشان تستفاد أكتر حاجة من التمرين وهاخد رست برضو وأشرب مية ورايح جسمي وأبدأ على تمرين كمان هشغل بي العضلات الخارجية للرجلين وأنا واقف كده ممكن لو مش هقدر أعمل نفس التمرين اللي أنا هعمله ممكن نسند على أي حاجة موجودة عندي في البيت هبدأ أزوء الرجل للجنب هعمل عشر عدات على الرجل اليمين وبعد كده أسويتش الناحية التانية هدخل كمان تمرين أخير معايا تمرين البرج بنزل على ظهري هبدأ أطلع بوسطي الفوق وحاول أعمل hold for one second وانزل تاني يلا استارتي معايا one two three four five six seven eight nine and ten التمارين اللي إحنا اشتغلناها دي الهدف منها هنقوو بيها ونشد بقى عضلات اللي جلين بتاعتنا هنعمل من مجموعتين لتلات مجموعت من عشر عدات لتناشر عدات كبداية ممكن كل إسبوع نزود الليفل بتاعنا النصحة اللي إحنا حابين نقدمها لكم في نهاية الحلقة بتاعتنا إزاي تتحكم في الجوة بتاعتك نهتم بشرب الميا على مدار اليوم بتاعنا ممكن تدخل من كوباية لكوبايتين قبل كل وجبة ده يحسسك بالشبع لفترة طويلة أو اللي إنت تقلل من مستوى الجوة بتاعك كمان تحاول تدخل الألياف في نظامك الغذائي وفي أكلك على مدار اليوم وده بتتديك إحساس بالشبع برضو لفترة طويلة أهم حاجة ما تدخلش في الأنظمة اللي بيكون فيها حرمان من وجبات كثير يعني أنت مثلا فيه ناس بتعمل أنظمة بيكون فيها حرمان من الكربوهيدريت أو الدهون أو البروتين فدائما خد نظام صحي مناسب لك عشان تقدر تنزل بشكل كويس ويكون جسمك ما تأثرش على الهرمونات بتاعتك وما أثرش على جسمك نتمنى التمرينات اللي إحنا عملناها لكم النهاردة والنصاح اللي إحنا بنقدمها لكم كل حلقة تكونوا استفدتوا منها ونشوفكم في حلقة تانية جديدة دائما مفيدة لحياة تقارير الفتنس ودائما بنتعلم من خلالها تمرينات بسيطة وسهلة ممكن نمارسها في أي وقت وفي أي مكان بمنتهى البساطة وبمنتهى الأريحية قبل ما نطلع الفاصل بقى نفكر حضراتكم بسؤال السوشيال ميديا كنا بنقول لحضراتكم قلولنا من وجهة نظركم من هم أهم خمس نجوم في مونديال 2022 أهم خمس نجوم في مونديال 2022 ولو عايز تزود بقى تقول متوقع كمان من المنتخبات الحطاس عضي يعني أوكي أي إجابة أوكي زيادة يعني مش واشي نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتك خليكم معنا مجهور مرة كمان وزي ما كنا بنقول لحضراتكم هنتكلم النهار ده عن مجموعتين طبعا في المونديال هنتكلم عن المجموعة الخمسة والمجموعة السادسة مع الأستاذ اللي منورنا الأستاذ أحمد غنيم الناقد الرياضي صباح الهنة صباح الخير عليك أنا هون صباح عليك الكريم صباح الخل ومنور الدنيا في وجود حضرتك معنا وعندنا كلام كتير بقى نتكلمه في المجموعتين دول بس قبل ما نروح معك لتفاصيل مبدئيا هنتكدي معاك أكيد بالمجموعة الخمسة اللي بتضم ألمانيا وأسبانيا وكوستريكا واليابان ونعرف رؤيتك مين اللي حيتصعد مين المشكوك في كده يعني أنه يقدر يصعد للمرحلة التالية بس عايزين في البداية نعرف رأيك أو توقعاتك للإفتتاح هيكون عامل إزاي لتنظيم الفعاليات بشكل عام هيكون عامل إزاي ونحن نتكلم على أنها للمرة الأولى دولة عربية شرق أوسطية هي اللي تنظم فعاليات كاس عالم فتوقعتك إيه؟ بالتأكيد البطولة دي عليها سبوت كبير جدا لعدة عامل منها رياضية ومنها للأسف غير رياضية الجانب غير الرياضي حتى الآن يعني أنا أعترف طاغي على تنظيم البطولة لغاية يعني من يوم 48 ساعة بعد الانتقاطات توصل حتى الآن توقيت البطولة تحديدا الآن دية الأوروبية معترضة بشكل كبير على توقيت البطولة إنه طبعا فترة راحة شقة حوالي أكتر من شهر ليهم ده شايفانا هي كبيرة جدا ليهم ولكن إحنا بنتمنى نجاح قطر أنا متوقع قطر هتنجح تنظيميا بصورة كبيرة جدا أتوقع أن هو يكون من أروع تنظيمات كاس العامة على مدار التاريخ ليس فقط ليس انحياز لقطر لكن أنا شايف حجم التنظيم وحجم الاستعدادات حجم التفاني كمان بالفعل هيبقى الموضوع هيبقى كبير جدا بإذن ده بالنسبة لقطر بصرف النظر عن أي حاجة تحصل بصرف النظر عن بعض المقاطعات يعني وما إلا ذلك يمكن هي النوع ده من الأمور حصل بقاله فترة من أول ما تم الإعلان عن أن قطر أصلا هتنظم الفعليين يعني بعيدا حتى عن الرياضة المغنية الإنجليزية الشهيرة ده قليبة من 48 ساعة لتنية لن تتابع ولن تشارك يعني حتى لا خسرناها والله كس العالم خسرها خائقا قوي يعني أصارت جدل بوست على الإستجرام قالت أن إحنا مش عشان يعني ما زاعم حقوق الإنسان وما إلا ذلك بغض نظر عن كل ذلك أنا متوقع إن شاء الله أن القطر ستنجح في تنظيم كس العالم استثنائي خاصة أن النسخة الأدية هتبقى آخر نسخة يعني أعتقد تبقى من تنظيم دولة واحدة وكمان هتبقى مشاركة 32 منتخب لأن من بداية من نسخ 2026 هيبقى صعب جدا دولة واحدة تنظم بحاولة 48 منتخب 2026 هتبقى الولايات المتحدة كندا المكسيك فأنا أعتقد دي هتبقى نسخة السيسنية ونسخة تاريخية لكسعا بإذن إن شاء الله من حيث التنظيم بغض النظر عن كل ما يقال طب نبدأ بقى بالمجموعة الخامسة زي ما الكريم كان بيسأل حضرتك ونروح لإسبانيا خليل نبدأ بإسبانيا ومدير فاني أنريكي وفكرة أنه برضو مضوع غريب يعني هو مستبعد نجوم زي رامس مثلا وأسماء كبيرة ومعتمد على الشباب فهل دي خطوة زكية ولا دي خطوة فيها مخطرة بشكل كبير إنريكي عنده مشروع حالية مع منتخب أسبانيا المشروع أثبت كفاقته في يورو عشرين وعشرين وكيمة العام الماضي في كذا دولة أوروبية هو شايف أن اعتمد على نجوم الشباب هيحقق ليه الهدف لأنه وصل سيمي فاينل يورو عشرين وعشرين وعشرين النجوم الشباب سيرجو رامس بالنسبة لي رغم أن سيرجو رامس هذا الموسم تحديدا بيقدم موسم جاي جدا مع باريس سان جرمان ديفيد دي خيا برغم تخبط نتائج منشستر ونايتد لكن بيقدم أيضا مستوات جيدة جدا لكن هو شايف أنه يجب أن يعتمد على اللعبين الشباب الأسماء الخبرة أولئة جدا يعني هو أكبر واحد حاليا سيرجو بوسكس لعب خط وسط بس حتى دي خيا ده حارس يعني تقيل يعني أنت بالتخاطر كمان بالحارس بتاعك جدا أنا أتفق معك أنا هواند لأن فعلا دي خيا بيقدم صرف النظر عن نتائج منشستر ونايتد والتخبط لكن ديفيد دي خيا بيقدم مستوات رائعة جدا مع منشستر ونايتد يمكن هو أنا فوجة نظر أنا خلافي مع إنريك الحقيقة في موضوع دي خيا حتى ما اختاروش في القائمة الأولية ما اختاروش وده كان أمر غريب جدا فأنا أعتقد يعني هو إنريكي شايف النتائج ستحكم هو حاليا وصل سيمي فاينال يورو 2020 وصل سيمي فاينال نيشنزليك دور الأمور الأوروبية وأعتقد أنه سيتأهل عن هذه المجموعة الخامسة رفقة ألمانيا خاصة أنا أعتقد المنافسة تكون بين ألمانيا وأسبانيا والمباراة هتكون بينهم هتكون في الجولة التانية ولاس الجولة التالت وأعتقد هذه المباراة في الجولة التانية ستحسن بنسبة كبيرة هوية المتأهل صحيح أن معهم كوستاريكا ومعهم اليابان كوستاريكا كان أكبر مفاجأتها في موندياد البرازيل 2014 حينما وصلوا لربع النهائي وخرجوا أمامهم لندب ركالات الترجيح اليابان كانت أكبر مفاجأة يعني ما فيش مكازة مرة وصلوا آخرهم دور 16 وفي النسخة الماضية في روسيا خرجوا من بلجيكا بسيناريو غريب جدا فأنا أعتقد أن ألمانيا وأسبانيا كنب نفس منه على الميل أو الميل التالي لكن أعتقدوا على الإثناء في المقابل احنا كلمنا عن أسبانيا تعال نتكلم شوية أو نقف شوية عند منتخب ألمانيا ومدرب ومديره الفني عامل إلى حد ما وده واضح من الأسماء اللي هو ضمها لقيمة بتاعته أنه عامل موزنة ما بين عنصر الخبرة الناس التقيلة الرسيا اللي شاركت قبل كده في كاسعالم يعني بيرعبه في أندية بتشارك دايما في دوري أبطال أوروبا وما بين عنصر الشباب وإن كان عنصر الشباب هو الأوضح شوية هاتفق معك كريم بالفعل هانزي فليك مدرد تقيل جدا هانزي فليك صاحب السوداسية التاريخية اللي حق باري منيخ يعني فترة جائحة الكورونا في عشرين عشرين وعشرين وواحد وعشرين صنع مجد كبير جدا مع باري منيخ هانزي فليك كان أحد أعضاء الجهاز الفني الذي يتوج مع يوكيم لوف بمونديال البرازيل 2014 بنتائج تاريخية طبعا أبرزها السبعاشة الشهيرة والتاريخية ضد البرازيل في السمي فاينال فلا أنا متوقع عن المنتخب أليس هذا بعيدا صحيح أن كل الناس بتتكلم عن الأرجنتين بتتكلم عن البرازيل بتتكلم عن فرنسا بس دايما ألمانيا متخب في جيد جدا متخب ألمانيا بيمتلك لعبين شباب أقوية جدا صحيح أن استبعت يمكن أختلف معه قليلا في استبعات ماتس واملز بيقدم مستوى إلى حد ما مردي مع بروسي دورتومل لكن باستثناء هذا هو كان مجبر بتحديد على الجهارات الهجومية خاصة بعد إصابة تيمو فيرنر مهاجم ليبزيج هو كان مهاجم الرئيسي ليه لكن أصيب طبعا قبل بطولة بأيام قليلة لكن أنا فوقت نظري منتخب بلاني سيزعب بعيدا وبعيدا جدا لأن التشكيلة اللي معايا تشكيلة شابة بتمزج بين الخبرة والشباب لكن معظم بيغلب على الطبع الشباب وبرضو حتة الخبرة هي اللي امتقلة حتى اللقب بتاعهم الماكينات الألمانية فشايف أن كلمة الماكينات هتنطبق على السكواد اللي هيشارك في المونديار دا أنا أعتقد ذلك لأن اللعيم مثلا يعني مثل توماس مولر هذا اللعب العملاق منتخب ألمانيا وفريق بارمينخ بيمتلك خبرة كبيرة جدا بنتكلم على جوجها كيمتش حاليا نلعب وسط لعب وسط على أرواع ما يكون بنتكلم على يوسف مكوك وهذا المهاجم الشاب من بروسيا دورتموند هذا اللعب ننتظره يعني على الجماهير أن تنتظر هذا اللعب بصورة كبيرة جدا فيه كأس العالم مهاجم استثناء الحقيقة وهو من أصول كاميرونية بالمناسبة لكنه طبعا نختار في النهاية أن يلعب لمنتخب ألمانيا خطة فع ألمانيا أيضا فيه أسماء قوية جدا طبعا واحد من أعظم اللاعبين على مستوى حرص المرمى في التاريخ مانو الناير وأمامه أيضا أنتونيو روديجر مدافع ريال مدريد فننتظر من المتخب ألمانيا كيف أرجح عند مين باللي إحنا قلناه بقى الشكل التفصيلي الفني هنا وهنا هتبقى واحدة من أرواع أنا متوقعة تبقى من أرواع مباراة كسر العالم المنتخبين فيهم عناصر الشابة كتير جدا فأنا أتوقع أنها هتكون مباراة من أرواع ما يكون التوقع الفائز هيبقى صعب الحقيقة لأن لسه برضو لأحنا لسه ما شفناش حاجة لسه برضو ما شفناش حاجة وفي نقطة برضو يعني للأسف وأن دورات الأوروبية ورابط الدورات الأوروبية كانت فيها عند بعض الشيء أن المنتخبات معظمها لم يستعد باستثناء المنتخب السعودي والمنتخب القطري تحديدا باقت المنتخبات تقريبا كلها ما استعدتش بصورة كافية فيه منتخبات لن تخد أي مباراة وديها على غرار المنتخب الإنجليزي وبالتالي أنا أعتقد أن أول مباراة تحديدا للمنتخب ألمانيا ومنتخب أسبانيا ستحدث إلى حد ما البصلة مين هو يكون أقرب لتحقيق الإنصال لكن أنا صعب الآن يقول لكن بشكل عام أنا متوقع أن أكون من أرواع مباراة كسل العالم المتعجب واضح كده من صياح الكلام أن يعني كوستاريكا واليابان محدش مستني أو أن هم هيصعد يعني هقول لها حاجة كده أو أن تحصل مفاجأة في مونديال 2014 كوستاريكا كانت في مجموعة معها إيطاليا والأورجوية وكوستاريكا هلت أهلت كمتصدرة وخرجت إيطاليا وخرجت إنجلترا كانت معهم إيطاليا وإنجلترا وكوستاريكا وأورجوية يعني كمسيح المفاجأة لتأهل أورجوية وكوستاريكا إيطاليا وإنجلترا خرجوا من دور المجموعات في مونديال 2014 وبالتالي كل المفاجأات تبقى وردها في كرة القدم لكن على الأرض الواقع وبما شاهدته في المباراة تحديدا في أجنط سبتمبر الماضي أنا أتوقع أن منتخب ألمانيا ومنتخب أسبانيا لكن مين بقى مين أول ومين تاني ده يكون فيه كلام لكن يعني بشكل مبداي ألمانيا وأسبانيا كويس جدا طيب عندك بلجيكا كندا المغرب كرواتيا مجموعة تبقى صعبة مجموعة مين أقوى هذه المجموعة من وجهة نظرك هو على الورق منتخب بلجيكا نصلا يعني هي بلجيكا في حتة تانية أصلا لك تصنيف طبعا كتصنيف كتصنيف لكن كرواتيا وصيف مونديال روسيا الأخير منتخب المغرب لأسف حظه سائق في هذه المجموعة لأنه جدا بسرع يعني مش بس أنه هو بيقع مع منتخبين أقوية على مستوى القرارة الأوروبية نتكلم كمان ترتيب المباراة بتاعه منتخب المغرب سيلعب في الجولة قولها مع كرواتيا ثم سيلعب في الجولة التانية مع بلجيكا وهنا ممكن لسبب اختيار بلجيكا لمواجهة منتخب مصر تحتنا لو ده يوم المجموعة المقبل بإذن الله فمن مغرب لأسف حظه سائق جدا لكن أنا متوقع أن منتخب المغرب يقدي بطولة جيدة جدا لكن عملية التآهل دي هتبقى يعني فيها لأسف شديها بقى صعبة ممكن مفاجأة تحصل لكن أمورها تبقى صعبة جدا مش تبقى سهلة خاصة كمان أن ترتيب المباراة كما ذكر ترتيب المباراة بسهل منتخب بلجيكا ده آخر فرصة لهذا الجيل أنه ممكن يحقق بطولة وإن كنت أنا أعتقد أن أمورها تبقى صعبة استعادتها بحافظ برضو حيبا لمليون اعتبار عايزين يكلوا النجيلة بالمعنى للتعبير المجازي يعني فكرة أن دي برضو انت في كاس العالم والملايين بيتابعوك يعني أصدقلك ساعات ساعات لما يبقى التحدي كبير قوي ساعات ده يخلق جواكي حافظ إضافي ودافع إضافي أن أنت تعملي أقصى ما عندك وكالعادة برضو فيه أكيد مساحة لوجود مفاجآة يعني يعطف لكلامك يا كريم نقطة مهمة جدا في مونديل الفن و18 في روسيا منتخب المغرب حظه كان سائي جدا تعدل مع أسبانيا بآخر جولة وخسر أمام إيران وأمام برتغال بسنوع غريب جدا رغم النوقع الأفضل في المباراتين فأنا متعشم خاصة وليد الريكراكي مدرب منتخب المغرب كان مدرب الوداد وطبع جميل المصريكي التعرفه جيدا هذا المدرب عنده يعني جرأة هجومية بعكس وحيد خليه زيتش المدرب السابق وإن أحد أسباب إقالته كان متخوف بصورة كبيرة جدا متحفظ رغم أن سكواد منتخب المغرب سكواد تقيل جدا هيمكن النقطة السلبية حاليا عند منتخب المغرب وحتى الآن في انتظار إعلان القوامة النهائية الإصابة التي تعرض لها أمين حارس نجم مرسيليا يوم الأحد الماضي في مبارات مرسيليا وموناكو هذه الإصابة أعتقد أمين حارس أصلا مش هيلحق كسعان بس ممكن الموسم كله بتاعه ينتهي ودي ضربة كوية جدا لخطط وليد الريكراكي صحيح أنه عنده يوسف نصيري عنده عبد صامد الزلزولي نجم برشونة الصعد المعارق لسلسونة وعبد الرزاق حمدالة مهاجم الاتحال لكن أنا أعتقد أن يوسف النصيري تحديدا هو يكون المهاجم الرئيسي طبعا أشرف حكيمي خبرات كبيرة جدا وبالا مع أسماء كبيرة جدا في بريسا الجرمان أيضا نصير مزراوي ياسين برضو لعب قوي ياسين بونو ياسين بونو طبعا حارس مرما إجباليا وبطل يوروبا قبل عامين مع إجباليا نتكلم في نص الملعب أيضا صوفيان برابط لعب فيورنتينا واحد من أقوى لعب خط الواسع على مستوى الكالشو في الدور الإيطالي فمنتخب المغرب أنا أعتقد حتة الخفلة وأنا متعشم يعني على الورق كرواتيا وبلجيكا لكن أنا متعشم منتخب المغرب يكوني حق مفاجأة لأن لعبتك كلها تلعب في أعلى مستوى في التوب ليفل في أوروبا وحتة الرهبة دي أعتقد عندهم مش موجودة بلاصة أن هما عندهم مدرب شجاع لأن وحيد خلوزيتش حاكا مدرب جامل جدا وظهر ده في كالسناو أفريقية كان معاس قوات قوي جدا وكان كل مباراة منتخب المغرب كان بلعب بشكل متحفظ وليد الكراكي وليد الكراكي بالفعل مدرب شجاع ومدرب يعني أنا شايف أنه كان يختار جايد جدا هو شارك في مونديال 98 برج شارك بالضبط إنه شارك في مونديال 98 مونديال 98 حصل المغرب وأمر يعني لين مغرب دايما حزاك كده في المونديال منتخبات العربية نتذكر مؤامرة الجزائر مؤامرة خيخون الشهيرة في مونديال 82 في أسبانيا الجزائر اتأمر عليها الألمانيا والنمسا هو ليه بقى العادي إن منتخباتنا العربية محدش حتى لو سألت أكثر المتفائلين تفاؤلا حد في المون الموقر يوصل للمربع الدهري بس يقولك استحالي ليه بقى عندنا يقين إن إحنا مش وش أدوار نهية في كاس العالم ده لو شاركنا الموضوع عايز بس يا كريم تحديدا منتخب المغرب تحديدا يكون عندهم إيمان أكتر بكدراتهم المنتخب المغرب سكوات بتوع فكرة سكوات جاي جدا جاي جدا وبيلعب في توب ليفل في كل معظمهم بيلعب في المستوى الكبيرة جدا على مستوى القرارة الأوروبية هو بس يؤمنوا بكدراته منتخب كرواتيا تحديدا لايسا في أفضل حالاته صحيح إنه هو وصيف كان مصيف فونديال روسيا لكن معظم اللعيب اللي شاركه فونديال روسيا فيه منه معتزل دولي زي راكتيتش منهم معتزل خالص زي منزوكيتش قوة منتخب كرواتيا حاليا في خطه وسطه بنتكلم على مرسلو بروزوفيتش لعب إنتر ميلا ما تيكو فرزيتش لعبة شيلسي وطبعا النجم الكبير جدا والذي لا يجبر في العمر لوكا مودريتش إذا استطاع وليد راكتيت التعامل في هذه المباراة تحديدا مع قوة مفاتيح لعب منتخب الكرواتيا أعتقد المنتخب المغرب بقى ليه فرصة كبيرة جدا وغير كمان المجموعة هتلاقي مثلا فيه فرق فعلا يقولك يعني الحظ بيلعب دور كبير جدا لو روحنا مثلا لتونس تكلمت عن سكواد المغرب لا يمكن تونس مش بالقوة دي قوي بتاعت سكواد المغرب لكن تونس حظاها رائع وده برضو علامة استفهام يعني إعلقة الموضوع ده بس بيأثر بشكل كبير أنا أتفق معك أن هوندس تونس حظاها أكثر من رعا في التصفيات أنا متهيقل لو إحنا كنا بدل تونس كنا يعني أعتقد كنا وصلنا يعني للأسف كان حظاها سيئ جدا في التصفيات لكن أنا في وجهة نظري يعني مغرب هو من مغرب والسنغال تحديدا متعقع أنه ممكن ليهم يكون شكل كبير جدا في مونديال قطر بإذن الله طيب هتلاقي أسألتنا لو نهواند رائحة جاية ما بين المونديال وما بين منتخبنا ما احنا برضو عايزيزة تطمر على منتخبنا يعني إلى أي درجة أنت متفق أو مختلف مع وجهة النظر اللي بتقول إن المحكي الحقيقي دي الحكم على فيتوريا مع منتخبنا هو اللقاء اللي هيجمع منتخب مصر مع بلجيكا أنا سمعت مدخلت الإنترو بتاعك الكريم بتاعك إنهواند أم اتفع معاكو تماما إن بالفعل ده المحكي الحقيقي لأن ماتشاط ليبيريا والنيجر اللي كانت في شهر سبتمبر الماضي ليست محكي يعني منتخبات كما ذكرت تصنيف تالت وتصنيف الواربع وبتالي ده أقوى مع حق خاصة المنتخب بلجيكا سلعب طبعا بالفول تيم بتاعهم دي المباراة الوحيدة لي قبل 48 ساعة من كاس العالم منتخب بلجيكا لي كان ليا معاكو ذكريات إنه عادلة حتى منديار روسيا لعبناهم مباراة ودية وانهزمنا أنا بس بأطالب من الجمهير إنه يعني لا تكون قصية على اللاعبين لأنه طبعا فرقها يبقى فرق كبير جدا في المستوى علينا أن نعترف بذلك المنتخب بلجيكا اللي عبته كلها في التوب ليفل وإحنا ليه دايما بنرمي على الجمهور ونطلب منه إنه يكون متفاهب الجمهور متفاهب وساكت وراضي بأوضاع مقلوبة بقالها سنين نتج علها إنه إحنا يعني بص وضعينا كمنتخب عامل إزاي في حين إنه إحنا المفروض نكون في حتة تانية أصلا فالجمهور صابر وراضي هيعمل إيه أكتر من كده بس يعني تحتنا رؤية فيتوريا أنت من المشروع يكمل لأن إحنا للأسف كل مدرب بيجي المشروع بتاعهم بيكملش بصورة كبيرة جدا صح أعلنا أن نصبر بصورة كبيرة جدا لأن الفرق في المستوى يبقى كبير جدا فأنا بس عشان لو حصل لا قدر الله أي حاجة أو المستوى ما كانش جيد على الجماهير بس أنتعني ده هيبقى أول اختبار حقيقي رؤية فيتوريا وبالتالي يكون الصبر قليلا لأن عشان نبدأ أن نحاسب رؤية فيتوريا هيكون في كالسنون أفريقية غير كده الحساب يعني هيبقى ظلم بصورة كبيرة جدا لكن هو اختبار مهم واختبار قوي جدا لمنتخب مصر ونتمنى أنا أنا مستوى الشخصي أتمنى أن فيه لعابة بصورة كبيرة جدا تظهر في هذه المباراة لما لا يعني لعاب أو اثنين ممكن يعني ينتقل الاحتراف في القرارة الأوروبية وده طبعا بالتأكيد سيأصل لكل مصري بسرعة حقيقة طيب برضو زي ما كريم قال احنا راحين جايين في الملفة وملفة كل مرتبط ببعضه طبعا بداية من تغيير الموعد وفكرة هنا ان هو جاي يعني في منتصف الموسم الأوروبي واعتراض بعض الدول الأوروبية لا فيه كمان نقطة أخرى وهي غيابات عديدة لبعض المنتخبات طب المشكلة دي ايه بقى يعني فيه غيابات برضو فيه نجوم مفروض ان هي كانت هتبقى موجودة مش هتبقى موجودة فهل ده هيؤثر برضو مع كل منتخب مع الشكل النهائي للمباريات مع شكل النهائي للمونديال دي كانت نقطة الاعتراض الرئيسية ان تغيير الموعد لكن طبعا قطر الموضوع قد أصعب جدا أصلا شهر 6 هم اللي هيزعلوا هم اللي هيزعلوا بنا على فكرة موافقين واخدين على الجو ده الله ساعتك قد قطر هاي اللي تفوز في العام الخارجي ده معمول عشان هم هيلعبوا شهر 6 في قطر هو بالنسبة عشان رزنامة المباريات اتضغطت في شهر اكتوبر بصورة كبيرة جدا ففيه لعابة كتير جدا الصابت نتكلم فيه حتى السادة يوماني حتى الآن لا نعلم هل هو جاهز مع منتخب السنانية أم لا هو كده كان تم ضمه لكن مش عارفين إمكانية مشاركته من عداب هو كان مجبر حتى لو مش لازم من ناحية النفسية كون السادة يوماني موجود في القائم نتكلم واحد من أهم اللي عيبة حالية على مستوى العالم مع محام مصلحه وأسماء تانية طبعا وبالتالي هو كان لازم يضمه للقايمة بتاعته لا نعلم حتى أنه كان زال عبدالدهولندا أم لا لكن فيه أسماء بالفعل كما ذكرت نهواند مش موجودة أسماء كبيرة جدا بولبوب منتخب فرنسا تحديدا عنده مشاكل كبيرة جدا من حيث الإصابات نتكلم عن بولبوب نقوله كانت أثنين من أهم لعيبة خط الوسط في منتخب فرنسا مش موجودين كمبيبي مدافع باريس سانجرمان مؤخرا لن ينضم للقايمة حاليا بسبب أنه برضو عنده إصابة منتخب فرنسا أكتر منتخب هيعاني من في كاس العالم يعني السكواد الذي فاز بممدار روسيا عاملته الرئيسية تحديدا في خط الوسط وفي خط الدفاع مش موجودة وده أمر بالتأكيد سيؤثر عليه بصورة كبيرة جدا حراس المرمى ماينا حادث مرمى مينا أنه هو أحد من أفضل حراس المرمى حاليا على مستوى العالم مش موجود برضو صحب الإصابة ومجبر دي 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 شام بمدار المتخب فرنسا أنه يعتمد على هجو لوريس وهجو لوريس هذا الموسم كارسي مع تقتنم بكل التفاصيل نحن في الأول وفي الأخر برضو نتكلم على لعيبة مش هتكون موجودة مع المنتخبات بلادها بس المنتخبات بلادها مشاركة ما بالك بقى لما يبقى فيه نسخة من نسخ أي منديال عموما ما فيهوش بلد زي إيطاليا مثلا يعني فكرة عدم موجود إيطاليا وعدم موجود كذا دولة تانية تحسوا كده حينتقص من متعة المشاركة إيطاليا تحديدا عندها مشاكل كبيرة جدا يعني فوزها بيورو 20-20 دي كان حالة استثنائية لكن المنظومة في إيطاليا عندهم مشاكل كبيرة جدا بنية التحتية عندهم فيها مشاكل كبيرة جدا الأندية عندهم فيها مشاكل مالية كبيرة جدا أنت كان عن بنية التحتية رياضية بنية التحتية رياضية مشاكل كارثية يعني عايز أقولك أن إحنا مثلا في مصر مشوف المدينة رياضية لطفة العاصمة الإدارية إحنا عندها البنية التحتية في العاصمة الإدارية أنا مش ببالغ والله يا حسن المشاهدين بنية التحتية في إيطاليا صعبة جدا جدا من ناحية الملاعب ملاعب كرة القدم هناك مش مملوكة باستثناء يعني يوفنتوس تحديداً وكان نادي آخر بيملوكوا ملاعب باقية الأندية طالما بتملوكش ملاعب بتأجر معنا مثلما الحال هنا مع معظم الأندية المصرية يعني وبالتالي إيطاليا تحديداً عندها مشاكل جبرية جداً أيضاً في ناحية الجينيريشن نفسه الجيلي الجديد نفسه المنتخب إيطاليا ليست هناك أسماء رنان يعني مثلاً جيل اللي خد 2006 بنتكلم في حط الدفاع فابيو كنفارو نيستا مالديني طبعاً خنحظه سيئ ما عرفش إيديه ساعت الليبي حصل ما ضموش بصورة غريبة جداً من 2006 لكن إيطاليا كان منتخب أسماء رنان الحالان الجيل الحالي منتخب إيطاليا يعني باستثناء إيرو 20 عشرين دي كانت حالة استثنائية أنا نفسي ما كنتش متوقع أصلاً إيطاليا تعملها ديل بيرو ديل بيرو لا ده يا بقولك كيه إيطاليا كان منتخب شيك شيك في رعب وشيك في يونيفورم بتاعه ومصر كلها كانت بتشجع منتخب إيطاليا رجال وسيدات والله وأطفال أنا أيامي حالاً بالمناسبة وفي حس يعني أن في تعاطف بيننا وبين إيطاليا يعني كان عشوما شعب بحراء متواصل زينا أما فيهم كتير مننا فيهم كتير مننا ده حقيقي لكن بالفعل منتخب إيطاليا هو أكبر غبيل المونديال التنعى التوالي في وزير الرياضة الجديد اللي جاي في الحكومة الجديدة وبيتحدث أن هو يعني بيتمنى أن الأمور يعني هيحاول يعمل على حال كل هذه الأمور إن بالفعل إيطاليا أعتقد يعني اتنين مونديال صعبة جداً بس على فكرة هي سمة غالبة على منتخبات كتير إن الأجيال الأحدث مش بنفس ده سامت وثقل أسماء الأجيال اللي كتاب لها يعني كل الدول على فكرة هولندا يتقل عليها نفس الكلام وألمانيا وحتى إنجلترا على فكرة فرنسا يعني برضو ما ترجع بالزمن اللي ورا هتلاقي لأ كان فيه لعيبة نجوم بالمعنى الحرفي عن الموجودين دلوقت نتكلم كل منتخب في اسمين ثلاثة على استحياء إنجلترا مثلا كريم عاصمين مسال في 2006 كان أقوى منتخب في تاريخ إنجلترا حتى أقوى من جيل 66 اللي خد البطولة طبعا بهدف يعني مشكوك حتى الأنفس الحيته ضد ألمانيا الغربية ولكن كرة القدم هو السؤال ماذا بعد رونالدو وميسي أنا يعني في ناس تتكلم عن هيلان دون ناس تتكلم عن بابي لكن أنا أعتقد حجبت رونالدو وميسي يعني أتمنى يعني إحنا والله أنا نفسي فخور إننا عيشت حجبت رونالدو وميسي بصورة كبيرة جدا ده حقيقة هي ده سؤال حلو فعلا ماذا بعد تهيالي ده آخر مونديال بالنسبة لميسي وأعتقد بالنسبة لكريستيانو برضو يعني يعني رونالدو مجبر أصلا في المونديال القادم ده تحديدا لازم يؤديم مستوات استثنائية بعد اللي حدث معه مؤخرا وميسي أقدم نفس الشيء ميسي بيحلم أنا أعتقد ميسي لو خادت كسر العالمين هوند هيكون أعظم لاعب فعلا في تاريخ الكرة على مر كل الوصول بس هل هذا الموضوع مش مستبعد أن الأرجنتين تفوز بكسر العالم؟ فيه ناس كتير من رشاح الأرجنتين لكن فوجة ناصر الأرجنتين ده أمام مهمة صعبة جدا فيه منتخبات قوي جدا منتخب ألمانيا منتخب أسبانيا منتخبات شابة منتخب البرازيل السكوار بتاعه قوي جدا جدا لا أستطيع استبعاد منتخب فرنسا رغم المستوى الكريسي الأقدمه في دور الأمم الأوروبية أنجلترا يعني برضو كان مستوى سيء جدا في دور الأمم الأوروبية لقد اشتشكيتها يعني إلى حد ما جيدة جدا تحديدا في الفودين هذا اللعب الشاب لعب منتشستر سيتي بيقدم مستوى كبيرة جدا فبالتالي الأرجنتين مهمتها هتكون صعبة ومش سهلة مزام الناس متخيلة بس تخير بقى نشوف السنغال البرتغال والأرجنتين يا دي حتى بقى ممتعة هيبقى نهال حلم ويبقى نهال أعتقد هيبقى أكتر مؤهائي يعني واو في جد صحيح على فكرة كلام اللي كنت بقولولك من شوية ينطبق حتى على الأرجنتين وعلى البرازيل فكرة أن الأجيال الأحدث مش بتقل الأجيال اللي قبل كده بما فيها البرازيل شخصية بس البرازيل هذا الجيل تحديدا فيه مواهب وعيد يعني فينيسوس جانير وريديجوس نائرية المدريد خط الوسط كاسيميرو طبعا مش هنننسى نيمار قائد منتخب البرازيل اللي هو بيحلم أنه يتوق ببطولة وبمناسبة نيمار لم يتوق بأي بطولة مع منتخب البرازيل نهائيا حتى كوبا أمريكا 2019 اللي خدوها كان مصاب لم يشارك فيها هو بيحلم أنه يكون البرازيل فهو فعلا حظه وحش قوي مع البرازيل ده حقيق حتى يعني حتى يعني يسعت لما خدو بطولة كوبا أمريكا 2019 كانت على ملعبه مكانش موجود كان مصاب فبالتالي أنا المستوى الشخصي أتمنى أن الأرجنتين والبرازيل وبمناسبة إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة عملت زي موزك محاكاة وتوقع وتتويق الأرجنتين بكس العالم وفي المرتين السابقين كانت توقعاتهم صحيحة فممكن توقعاتهم المرة الثالثة والناسبة فيه جمهور كتيرة جدا على مستوى العالم تتمنى تتويق الأرجنتين ليس حبا في الأرجنتين ولكن عشان ليونيل ميسي يختم مسيرته لبطولة هم شايفينه واستحال إنه واحد بالتأكيد من أعظم اللعبة في طريق كرة القطر طب لو روحنا بقى تتلمنا عن المنتخبات العربية يعني بتتوقع إيه المنتخب اللي حيصمد لأعلى لفل يعني؟ منتخب التونسي لا أتوقع عشان الحظ ولا عشان السكواد؟ السكواد وحظه في مجموع صعبة جدا مع دينمارك دينمارك وفرنسا هم الأعرب للترشح القطر ليها بعض الحزوز الناس كلها بترشح السنغال وهولندا ومعاهم الإكوادور وقطر لكننا متوقع أن القطر ليها بعض الحزوز بسبب عامل الأرض والجمهور وترتيب أيضا مباراتها في المجموعة الأولى منتخب السعودية مجموعته صعبة جدا مع أبو لندا بكادة روبرت ليفاندوفيسكي وازيلي نسكي هذا اللاعب اللي وعد من روما بنتكلم برضو على منتخب المغرب السعودية تبقى صعبة جدا أنا توقع أن السعودية تبقى صعبة لكن المغرب أنا متعشن في المغرب بصرف النظر على كل اللي قلته لنا ده متعشن لسا متعشن في المغرب تقفلتنا من المغرب خلاص يعني والله نزعيلت من تحليلك لكن عندك أمل في منتخب المغرب بصنا أنا تحليل ده مبني على الورق لكن لسا نشوف البطول لك أنا السكواد منتخب المغرب مديني أمل بعض الشيء صحيحي نترتيب مبارات صعبة في المجموعة لكن نستطيع منتخب المغرب تحقيق نتيجة إجابية تحديدا أمام كرواتيا ربما تبقى دفع قوية فرصة كبيرة جدا أن يكرر إنجاز حاطة لي قبل ذلك ونهوة أهل أبريكال السمني النهائية ومثلت منتخبات عربية أهل السمني النهائية كانت السعودية والجزائر والمغرب فننتعشن إن شاء الله بإذن الله إن الأمور تتحسن بإذن الله والمغرب بإذن الله قادر على تجاوز دور المجموعات هو كالعادة دايما أرجع وقولك بيكون فيه مساحة كافية لوجود مفاجآت حصلت قبل كده من المتخبات الأقوى والأشهر والأكثر توقعا أن هما هيوصلوا للمراحل النهائية طلعوا من دور المجموعات يعني حصلت ومش للمرة بس بالمناسبة في كل نسخة من كسر العالم وفي كل نسخة من أي بطولة كبيرة زي كده دايما بتلاقي فيه حصان أسود قادم بسرعة البرء من بعيد وإسمه ما كانش متوقع مش متقال مش متداول محدش عنده يعني حتى ميول للتفكير في إن الإسم ده ممكن يوصل للمراحل النهائية هل شايف إن النسخة دي من المونديال حصان أسود أنت الشخصين قعد مرقبه ومستني نشوف هيعمل إيه؟ سيدرال وأسبانيا السنغال وأسبانيا السنغال أعتقد له عبر الدور المجموعة وساد يوماني كان جاهز بدنيا والسنغال بتاعد بعض الشيء عن التعالف يعني يكون فيه تركيز بعض رغم أنهم كلهم بلعبوا في التوب ليفل أو معظمهم مش كلهم معظم بلعبوا في التوب ليفل لكن لعب الأفريقي بعض الشيء يعني بينتابه نوبة غرور وتعالي بتبقى حياة بتبقى غريبة جدا لكن أنا متوقع أن السنغال إن عبر الدور المجموعة تبقى حصان أسود وأسبانيا منتظم منها منديال الأقصى من رائع بعكس معظم منها أنا مجد نظري لأنني شايف أن يجيل أسبانيا تحتين خط الوسط سنائي برشونة جافي وبدري لعبين استثنائيين بكل ما تحمل الكلام أنا شايف أن بدري ده خواك فعلا بالفعل خليفة أندريس أن يسته في الملعب بس خلي بالك المنديال اللي فات كل الأفاركة خرجوا يعني أنت بتتوقع المنديال ده الوضع يختلف السنغال خرجت بسبب اللعب النظيف يعني السنغال خرجت حاجة بسبب اللعب النظيف حاجة يعني مش متذكر بالظبط بس كان متساوية في كل حاجة وخرجت بقاعدة غريبة جدا ما اتطبقت شجرة عليها يعني كانت أمر غريب جدا لكن السنغال أنت أوقع بإذن الله أن هي ممكن تتجاوز دور المجموعات بس هتكون معندها برضو مهمة صعبة جدا مع مواجهة منتخب قطر اللي معها العامل الأرض وجمهور منتخب قطر بالمناسبة برضو على الجمهور أنت تشاهده جيدا هذا المنتخب بتكون من فترة كبيرة جدا هذا المدرب معاهم من سنين طويلة جدا معاهم من ساعة نشأتهم في أكاديمية أسباير الشهيرة منتخب قطر يعني تدرب ولعب في كونكا كاف لعب في تصفيات أوروبا كافة مجموعة البرتغال بطل أسيا كسب كل المباريات لم يستقبل سوى هدف واحد وبالتالي برضو السنغال قدامه فرص لكن قطر أيضا على الجمهور أنتنظر منتخب قطر حسن السنغال أتقل كمنتخب وتحس إن السنغال برضو عنده خبرة أكبر بكتير بطبيعة الحال حتى في مشاركة في كاس عالم عن قطر اللي بتشارك فيه للمرة الأولى بس عامل الأرض الجمهوري يبقى ليه دور بصورة كبيرة جدا وقطر بطل أسيا قطر بطل أسيا 2019 ولعبه مدال سكير جدا يا كريم يعني بتنكلم بقولك لا وراح لعبه في كونكا كافة السنة الفاتر يعني عامل الأرض للدرجات دي ممكن يفرق يعني ما تكلم على منتخب بيشارك للمرة الأولى في كاس عالم أصلا آه في أرضه وفي وسط جماهيره وعلى ملعبه بس بيلعب فريق تاني شارك عبل كده عشرات المرات وأسماء اللعيبة اللي فيه أتقل من بعض كلهم وجماهيره جاية برضو تحضر يعني فيه نماذج كتير يا مثلا يا كريم في فرنسا أول مرة أول كاس عامتك ساوة كان على أرضها في 98 بنتكلم كوريا الجنوية في 2002 هي كسباته على أرضها عشان هي في الأول وفي الآخر فرنسا ذات التاريخ وخبالك لك أنا بكلم لما تكون أدولة لسه وليدة في عالم كاس العالم انت فاهم إزا إنجاز التعبير يعني فأ كوريا الجنوية مثلا في 2002 وصلت سيمي فاينال وخلت مركز رابع عشان البطولة كانت تلاعب على أرضها صحيح إن كان فيه بعد الجلل التحكيمي قدام إيطاليا قدام أساسا لأن كل حاجة تقول لنا صحيح كان فيها أستاذ أحمد كل حاجة صحيح كان يعني معنى كلامك نستشف إن مفيش فار بلاي مفيش تحكيم عادل فيه برضو إخفاقات يعني ده في كل معنضيال كده ده يبقى أمر مسلم به يسعد يأتي خلط بين السياسة كمان في بعد روسيا روسيا لم تكمل تصفيات بسبب أسباب سياسية يعني أسباب عشان الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن يا نهواند تقنية الفيديو حتى الآن فيه مشاكل كبيرة جدا في تطبيقها حتى الآن عبس داد بيبقى الأكتر الدربات دي بتبقى موجهة ليه مثلا متخبات عربية الأفارقة يعني حاجات بعينها؟ لا 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 مش تبقى متعمدة مش متعمدة؟ لا متبقاش متعمدة بس تحديدا كوريا الجنوبية في 2002 مثلا عسامي المثال يعني فيه حاجات حصلت قدام إيطاليا قدام أسبانيا كانت حاجات غريبة جدا حتى هو أصلا إزاي يحصل حاجات زي كده مع الفار عما بإن الفار اتواجد أصلا عشان ما يبقاش فيه حاجات أنا نفسي نفسي ألاقي إيجاب على السؤال ده إن هذا الموسم كمية أخطاء مع الفار غير طبيعية في الدوري في أقوى مش هقول بقى في الدوري في أقوى دوريات العالم في البريمير ليج أو حتى في الليجة فيه أخطاء كاريسية رغم تقنية الـ VR موجودة حتى الآن فيه أخطاء هذه الأخطاء الكاريسية صحيحنا فيها فيه تقنية التسلل الشبه الألية ستطبق فيه كاس العالم التمانية تساعد فيه تلافي العديد من الأخطاء لكن يعني كان زمان مفيش أي تقنية أصلا من اللي احنا بنتكلم عليه وكاتندينية تعتبر ماشي حالها بالمقرنة باللي احنا فيه يعني لأسف حتى الآن من رغم وجود كل هذه التكنولوجيا هذا الموسم شهد العديد من الأخطاء يا كريم فيه مش أقولك في دوريات في أقوى دوريات العالم فيه أخطاء حتى لأن أخطاءها تحكمية كبيرة جدا وفيه جدل تحكمية حتى الآن نتعشى من وجود كلنا يعني هذا الحكم الإطاري الشهير على رأس لجنة الحكام في التحدي الدولي كرة القدم إن إن شاء الله نشوف منديال خلي من التحكم ويكون فيه النزاعة بأكبر قدر ممكن بإذن الله هو المنديال ده ممكن نطلق عليه منديال للشباب أكتر يعني أول مونديال يبقى فيه عناصر شبابية بهذه القطرة ممكن نقول كده ولا كان فيه مثلا قبل كده أنا شايف المنديال ده فيه شباب كثير فيه شباب كثير جدا ألمانيا وأسبانيا على سبيل المثال المغرب برضو فيه أسماء شابة فرنسا فيه بعض الأسماء الشابة بس مش كثير وبسبب غيابات برضو فيه اعتماد على عناصر شابة كثير دي نقطة مهمة جدا أنا هونت بعض الغيابات أكبرت مدرب المنتخبات إن هم يعتمدوا على اللاعبين الشباب فأنا متوقع إن فيه لعبين شباب سيبرزوا يعني سناء أسبانيا جايف وبيدري يوسف موكوكو من مهاجم ألمانيا متوقع بابي ما عرفش ظروفها تبعا عفوك المناسبة بابي صغير يعني لسه موبي لسه 22 سنة عم بابيه تقريباً تاتة وعشرين تاتة وعشرين سنة لسه صغير هالند 22 هالند بس هالند لان يشارك في الأسف الشديد يعني مش هنشوفك وأقبير مستفيد هو منشستر سيتي هياكل اللاعيبة بتاع الفرق أبو نفسي ها يعني هو هيبقى مرتاح بصورة كبيرة جداً وبتاية مع استقناف الدوريات الموضوع كله جاي خلصان وهو اللي هيجي يعني يأكل فعلاً الأخضر واليها بس يعني فعني بالفعل ننتظر منديال أنا متوقع إن فيه أسماء شاب ستبرز في هذا المنديال بصورة كبيرة جداً بإذن الله إن شاء الله رائع جداً طيب إحنا عندنا دقائق قليلة ممكن نفتح ملف كريستيانو أنا وإنت كنا بنتناقش في موضوع كريستيانو ده يعني أنا وكان يمكن كان لدي تصريحات كمان نرية أول مبارح يعني ألب الدنيا وعدوة صريحة ووش يعني وش من غير أي تزويق ولا تجميل ولا حتى تحقيق الوقت عن كلام اللي قاله بشكل مباشر عن المدير الفاني ده أقوى في وجهة نظري ده أقوى حوار في تاريخ كريستيانو أقوى حوار تلفزيو وطبعاً هو عمر واحد من أشهر الإعلامين البروتيني وبرس مورجان وعلاقاته قوية جداً مع مختلف المشهر راسا فقط في الرياضة ومشجع لأرسنل وبالتالي هذا الحوار أكيد أسعده في صورة كبيرة جداً بالمناسبة رونالد هو طلب الحوار مش بيرس مورجان هو صحيح أنه صديق بيرس مورجان لكن رونالد هو طلب الحوار الحوار تسجل حسب التسريبات قبل أسبوع تقريباً لكن رونالد طلب إذاعته مع نهاية مع بداية فترة التوقف بعد نهاية آخر مباراة لمنشستر رونالد يوم الحد اللي فات هو بس أزيع منه تنويهات الحوار كبير الكامل سيزيع يوم الأربع ويوم الخميس لكن ما صدر منه حتى لأي من فيديوهات قصيرة على الصفحة الرسمية لبرس مورجان انتهت علاقة بكل وضوح انتهت علاقة خلاص بين كريستر رونالد ومنشستر رونالد هم الآن منشستر رونالد ينظروا كيف سيتم فسخ العقد منتظرين الحوار بالكامل هينظر هل فيه تفاصيل أكتر ألا هيتم التفاوض مع رونالد ان هو يتم فسخ العقد وهو لا يطلب أي أموال إضافية باقية عقده ما يطلبوش بصورة كبيرة جدا أنا بس يعني رونالد تحديدا في هذا الحوار فيه ناس كلي بتتهموا عدم الاحترافية لكن كريستيان رونالدو 37 سنة كريستيان رونالدو مؤسسة بحالها كريستيان رونالدو عارف هو بيعمل كواس جدا كريستيان رونالدو عمل هذا الحوار لأنه صورته تهزد بصورة كبيرة جدا في المنشاة السنة رونالدو عمره ما لعب يروب بليك رونالدو ما عبساب ما لعب يروب بليك موسي بدأ يقترب من لقب الهدافة التاريخ اللي بيحمله كريستيان رونالدو كل هذه الأمور ضغط على كريستيان رونالدو أنا لا أبرر أنه تصريحاته اللي هو بقال لك أنا ما بحتمش المدرب بتاعي طبعا ده غير مقبول أيا كان لا ما ينفعش لا ينفعش يصدر من كريستيانه أبدا بالفعل اللعب بخبرات كبيرة جدا لكن هو واضح أنه كان بيقطع يقوله شعرك معاوية خلاص أو بيردهالو بقى الحاجات اللي هو كان عملها معاه في الملعب لما مرانه مع الشباب وكبه بالفعل بالفعل أنا هوندو نقطة برضو مهمة جدا أريد إشارة إليها تحدث برضو بصورة أغضبط يعني انتغط كل أساطير النادي جاري نيفل وواين روني هاجمهم بصورة ضرورة جدا قاله عين رونيا صغى هو غيران مني عشان أنا بلسة بلعبه بلعبش أنا وسيم وهو مش وسيم ايه ده ايه ده ايه أنا ما أريتش خالص ده أنا بالإسم الوين روني أنا ما أريتش ده أنا قريت على تانهايك بس الكلام اللي إليه قاله هو بينتقدني كتير ويمكن عشان أنا لسة خالي لا بس أكيد كان بيهضر هو بيقوله فسياغ غزار لا كريستيانه كده راحت بقى خالص لا تكلم بلقى هو وسيم أنا وسيم هو مش وسيم ونالده بقى عشان كده زكرت من شوية بس يعني وصل لمرحلة مش لطيفة بالنسبة حالي أعتقد فيه دغطات نفسية كريمة هل كده فيه مشاكل نفسية بحقيقة أنا هوند فيه دغطات نفسية كبيرة جدا عليه هو شاف الندي موقفش معايا ساعة وفاة بنته ويابة تتولد التوقم لما تولده من صدقته سم الحاش يعني يشوفها برضو يعني الموضوع هو كان كمي التوقم النصف الآخر اللي هو بقى على قادة الحياة كان عيان بصورة كبيرة جدا في فترة البري سيزون لما هو اعتذر عن البري سيزون التسريبات خرجت من نادي ان هو بيتهرب عشان عايز يرحل هو بيضغط عن نادي هو قال أنا كنتش بتهرب أنا بالفعل كان عنده ظروف شخصية ووضح ان المدرب متفهمهاش والمدرب بيعملني بعدها محتربي من ان تين هج ما بيحترميش أنا مش هحترم فطبعا ده كانت خلاص الموضوع انتهت القصة الى اين رونالدو باري منخ مصادر ليه نافة الصبح انه يكون هم بيفكروا فيه قالوا احنا ما نفكرش فيه فهو رونالدو بالنسبة له هذا المنديال القادم حيق اموت بالنسبة ليه اما ان يبقى في التوب نيفل او ينتقل بقى الى دورات اقل مثل الدورة السعودية كان فيه كلام من الهيارات بفوضو او الى الامل اللي اس في الدورة الأمريكية اوه يختار ان ينهي مسيرته بحصوله على كثير هيقليش كفكر كريستان رونالدو طموحات عنده لا تتوقف رونالدو بصرف النظر عن يعني القرار الخاطئ اللي اعتقد اكبر قرار الخاطئ فهي دور رحيله عن ريال دفعت امن وغالي بالفعل يا كريم طبعا دفعت امن وغالي كبير جدا تجاربته بعيدونس لم تكن ناجحة والصورة لما تتهزح الملكالم على حد من اساطير اللعب ده حقيقة كريم فانا اعتقد ان هو بالنسبة له منديال حقيقة وموت ولكن طموح رونالدو حتى لو كسب كسعام هو هيكمل رونالدو مش عايز انهي مسيرته بهذا الشكل خصوصا اكيد هيبقى فيه مقارنات بين انهاء ميسي مسيرته كريستيانو هم دايما بيقارنوا بعض نهو تساعة بس أنا واندي اريد الاشارة عليها الناس بتقول تشوفوا ميسي مش ازاي من برشول لا ميسي بمناسبة في عشرين وعشرين طلب الرحيل وطلع هجم قدارة النادي في تصريحات الفيزيونية بس هي ممكن بعض الناس هو بكى بقى على المؤتمر الصحفي لانه هو بقى في ساعتها وكان يريد الرحيل مش عشان حاجة لانه برضو كان فيه خلافات مع الإدارة والإدارة كانت ساعة جدا معاه وحقيقة كان طريقة التفاوض معاه حتى في العادة الجديدة وانهما يتسربوا العادة بتاعه يعني كاسة جدا انه يتسرب العادة بتاع ميسي وانه يتصار قدام الناس انه هو بياخد كمية التوتل بتاعه حوالي اكتر من نص مليار يورو حوالي تطاره وانه يتصار انه هو يتوفر له طيارة خاصة ويتوفر له طيارة حتى يروح أجازات وعيلته نفسها يتوفر لها طيارات خاصة بعض الأمور دي لما تسربت تحديدا من الإدارة بتاع برطول حدد غليان طبعا اه كان في حدد غليان بصورة بيجئة ويبقى لها نعكسات وحشة جدا على بقية اللعيفة برشونا هذا الموسم كان كارسي جدا وبالتالي ميسي لما جاء لأخوان لابورتا وشعر ان فيه بعد حتى هو كان موافع لتخفيض نصف رده في العادي الجديد لكن للأسف طبعا برشونا ما قدرش انه يوصق العادي الجديد لسبب من ظروف المالية الصعبة والفينانشال فيل بلي نتمنى انه يتطبق في مصر نعتقد الفينانشال فيل بلي ده اللعب مال نظيف لو اتطبق في مصر حجم الإنفاق وحجم الفلوس الكتير بتتصرف على اللاعبين بمبالغ كبيرة جدا يعني فوجة نظري بلعب كتير اعتقد لو خاد كاس عالم لن نشاهده في أوروبا مرة أخرى خاصة ان انتر ميالي النادي الذي بيملك فيه أسهم كبري جدا ديفيد بيكام أسطور كرة القدم الإنجليزية بيروت التعاقد معاه وأعلن ده في شكل واضح وصريح هو عادي وينطيه صف المقبل فانا شاهد اعتقد لو ميسي خاد كاس عالم قد نرى ميسي بصورة قد نرى ميسي في الولايات المتحدة الأمريكية ولن يستكد فيه قراءة أكثر من رائعة شكرا لك أستاذ أحمد غنيم الناقد الرياضي هنروح فاصل ونرجع عشان نعرف من وجهة نظر حضراتكو ويمكن مين هم أكبر أو أفضل خمس تنجون في مونديال 20-22 فاصل ونرجع نكمل